بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنبتدي محاضرات الجزء الخاص بالفلاويت بروبيرتز ونحن قلنا خصائص المواقع من الخصائر الحاجات الأجزاء المهمة جدا في دراساتنا الفلاويت بروبيرتز عندي في نوع من الخصائص بيظهر للماء في حالة وساكن وفي خصائص تظهر لما الفلاويت بيتحرك زي الفيزيكوستي بداياتا بناخد دينيستي ودي بنسميها رو يبقى اول حاجة خاصية الكسافة طبعا احنا عارفين الكسافة عبارة عن الماس على الفوليوم وحدات كيلو جرام لكل متر مكعب في الاس ايونت لما نشوف مثلا كسافة المية بلها بحدود 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب لما نشوف مثلا كسافة الهواء لازم نكون عارف الستاندر كونديشنز بتاعتنا بلها بحدود واحد واثنين من عشرة وبالتالي تصبح الكسافة شيء بيميز المائع ده عن المائع عن مائع اخر الاسبيسيفيك فوليوم وبنديها رمز سمول في والاسبيسيفيك فوليوم هي عبارة عن في على ماس يعني مقلوب الكسافة وحدات متر مكعب لكل كيلو جرام في عندنا بعد كده الاسبيسيفيك ويت وبندي له رمز جاما وده عبارة عن الويت افليويت بريونة فوليوم والرو عندنا ماس على فوليوم الجاما عبارة عن الرو في الجيه ووحداتها نيوتن لكل متر مكعب وعلى سبيل المثال الجاما بتاعت المياه لو ضربت الرو في الجيه تطلع تسعة تلاف تمنمية وعبعتاشر كسائل الاسبيسيفيك ويت للاير اتناشر ولذلك الاسبيسيفيك جرافتي اقدر اعرفها بالقانون قدامنا ده ياما اقول رو على رو للمية او جاما على جاما للمية طب الوحدات بتاعت ايه ده عبارة عن dimensionless quantity لانهم كميتين من نفس الوحدات يبقى احنا شوفنا كده اللي هي خصائص المائع الكسافة والدنيستي والاسبيسيفيك جرافتي والاسبيسيفيك ويت وكلهم مرتبطين بعض ونستكمل في المحاضرة القادمة ان شاء الله